اهلا وسهلا فيكم من الجديد بتعرفوا دائما اهمية الاسعافات الاولية ان نكون نعرف فيها ونكون ملمين بابسط الامور حتى نسعب شخص امامنا حتى نساعد شخص امامنا مش شخص مش شرط انه يكون هذا الشخص احد افراد عائلتي ممكن تنقضوا اي شخص موجود حواليكم بالشارع راح تكون معنا اليوم دانا عبيدات منسقة المركز التدريبي في الجمعية الاردنية للاسعاف راح نحكي عن المواضيع اللي بتهم كلنا نعرفها بموضوع الاسعافات الاولية ويقولك كمان بروحوا على المدارس وعلى الجامعات وعطوا دورات دانا انتو على منسقة لتفكرها دانا صبية او ناس كبير هي صبية صغيرة بمقتمل العمر اهلا وسهلا دانا اهلا وسهلا فيك كافي انا سعيد اليوم تواجدي معك في قناة الاردني يوم حتى نحكي عن الاسعافات الاولية بداية حابة اعرف شوي عن الجمعية الاردنية للاسعاف احنا الجمعية الاردنية للاسعاف احنا جمعية غير حكومية وغير ربحية اتأسسنا سنة الالفين واثناش مسجلين احنا بوزارة التنمية وتابعين لوزارة الصحة كونه معنيين بجرد الصحي هلا الجمعية الاردنية للاسعاف باقصامها المختلفة بتشتغل تحت شعار حياتك مهمتنا اللي هي يورلايفز اورميشن هلا من الاقصام اللي بنشتغل فيها احنا اللي هي المشاريع الدولية مع الامم المتحدة بتكون هي حسب الخطة الوطنية لاستجابة للازمات السورية بالاضافة للمشاريع المحلية والقسم الثالث واللي احنا نعتبره البيبي تبع الجمعية الاردنية للاسعاف والمركز التدريبي هلا الخاص في الجمعية الاردنية للاسعاف اهمية انو الشخص يكون عنده المام بالاسعافات الاولية ادي هذا اشي بيعطي دافع انو يحمي نفسه ويحمي الاشخاص الحواليه هلا اكيد احنا دائما من خلال المركز التدريبي من حاول نزيد ثقافة المجتمع او فئات المجتمع كافة بالاسعافات الاولية دون اي استثناء سواء كانوا اصحاب الاختصاص واصحاب الاشخاص اللي ما عندهم اصلا خلفية طبية طبعا لأهميتها من انقاض حياة الشخص او المصاب منع ان يصير في عنده مضاعفات وبالاضافة يعني في احيانا من نحكي للاشخاص ان من اهداف الاسعافات الاولية بتكون انو انت ممكن بس تخفف الم على المصاب زي حالات الحروق ندخل فيها بطريقة صحيحة طبعا رح نحكي فيها في الحلقات الجاية المتأسسة هذه الجمعية كانت هدفها تصل لمرحلة معينة هل وصلت لهذه المرحلة او لهذا الهدف؟ يس اكيد هلا الجمعية تحت شعارنا اللي هو حياتك مهمتنا اكيد وصلنا في الهدف اللي احنا عم نمشي فيه بس كمركز تدريبي احنا الهدف كان انو نوصل لكل فئات المجتمع ندربهم على الاسعافات الاولية ونزيد ثقافتهم سواء كانوا من امهات ابهات الاشخاص العاملين في المصانع المعلمين لان احنا بالنسبة انو منعتبرهم هدول المستجبين اوليين ممكن يكونوا موجودين باي موقف يضطروا يتدخلوا حتى يتصرفوا بطريقة صحيحة ممكن يكون هناك مركز تدريب مثلا متنقل لنعطي مثلا للاطفال خصوصا بالمدارس تحديدا بكيفية اسعاف انفسهم على الاقل ممكن في الاغلبية الاولاد بلعب بالشارع ممكن يقع البسكالات ممكن يكون يركض ورا صاحبه ايضا يقع فبتعطوهم ممكن هيك افكار معينة بكيفية الحفاظ على نفسهم على حولهم اكيد هلا احنا كمركز تدريبي مقرنا الرئيسي هو في عمان بس كحنا فريق احنا متحرك يعني ممكن نتحرك ونتنقل بكل المحافظات دربنا في العقبة بإربد بالمفرج يعني قدرنا نوصل لأكثر من مكان وندرب كل الفئات المجتمع حتى احنا جزء من المسؤولية الاجتماعية هذا اللي منعتبره انه دربنا طلاب جامعة البلغة بكل محافظاتها على الاسعافات الاولية تمام حلو الفئة المستهدفة يعني تعتبرها ممكن تكون كل فئات المجتمع ولا بتحب تركزها على فئة معينة لا احنا منعتبر كل فئات المجتمع انا زي ما حكيت لك بالنسبة للمعلم الاب العامل بالمصنع اي شخص بالطريق ممكن هو يتعرض انه يصير في موقف قدامه ويضطر يتصرف طبعا بطريقة صحيحة كيف كانت بدت فعل الاشخاص اللي بياخدوا هذه الدورات باكم؟ صراحة يعني كان في جزء هذا اللي منفتخر فيه انه من الاشخاص اللي دربناهم رجعونا بقصص نجاح احنا صار معنا هذا الموقف وقدرنا نتصرف بطريقة صحة كان احد المواقف انه فيه متدربة اجا تدربت بدوراتنا تشتغل بالمخيمات اللاجئين وهي بتمر بين اللاجئين فيه ام كان ابنها متشردق بملبسة فكانت الام طبعا خايفة وبتصرخ والولد مش عم بيطلع صوت وجهه بلاش يصير اذرق فهي راح تدخل بطريقة صح كيف قدر يطلع الملبسة صراحة كانت كتير مبسوطة وهي اصلا فقتها كانت اكتر بحالها فهذا اشي اكيد بنفتخر فيه قدي كلكم دور فعال اكتر بتحديدا المدارس قدي بتركزوا على هاي الفئة وبتعطوا دورات ان كان للحفاظ على الطلاب او ان كان معلمين يحافظوا على الطلاب لانه بتشوف يخد تحديدا بحساس الرياضة الا ما يصير فيه اصابات واذا ما يكون هناك تدخل صحيح ممكن يكون هناك اثار كتير وخيمة ومنها كمان بلع للسان قدير شوف الناس باللعيبة ان كان اطفال ان كان شباب بيلعبوا ببلعوا لسانهم بنفقدهم لانه ما قدروا يتصرفوا صح بكيفية الحفاظ على حياتهم مزبوط هلا هذا الاشي كتير احنا منركز فيه حتى انه زي ما حكيت لك فئات المجتمع هي مختلفة بالتالي احتياجاتها راح تكون مختلفة يعني فيه عندنا دورات راح تكون بس للامهات متى كيف يتعامل مع الاطفال الرضع وبعض الاصابات اللي ممكن تصير معهم فيه الاسعافات اولية خاصة لاصابات الرياضية يعني انت بالفيلد بالملعب زي اكتر اصابة ممكن نشوفها بالملعب اللي هي بلع للسان وكتير فيه اشخاص فقدناهم لانه ما عارف الاشخاص حولهم يتصرفوا بطريقة صحيحة معنه هي اجراءها كتير بسيط انه بس رجع راسه وارفع ذقنه لفوق حتى ترفع تفتح مجرى النفس ويقدر يتنفس بطريقة طبيعية ادي مهم انه الكل المعلمات يكونوا العواء اقل كل مدرسة يكون فيها شخص ما اخذ دورة من عندكم بهالجمعية حتى يقدر يحمل اطفال الموجودين تحديدا كمال اطفال مثلا الرضع بالبري سكول مثلا بهاي السنة بتكون سنة ونص لسنتين ونص الحضانات ادي مهم يكون عندهم درايا وياخدوا هاي الدورات من جمعيتكم طبعا هذا الاشي كتير مهم حتى احنا منحاول انه نوعيهم اكتر بهذا الموضوع انه حتى الكورس اذا انت بدك تاخده دايما نظلك اعمله اوبديت لانه هو مع الممارسة والتطبيق العملي اكيد رح يصير اكتر الموضوع عندهم حتى هذا بزيد ثقتهم بحالهم انهم بقدروا يتصرفوا حتى نحكي لهم يعني اذا انت ما قدرت تتصرف او تطبق اسعافات اولية على الاقل حافظ انه ما يصير الوضع اسوأ يعني منشوف باغلب الاشياء اللي عم بتصير اخر فترة انه تدخل الناس بطريقة غلط هو اللي عم بزيد الاصابة وبزيد الموضوع على السوء ايش رحم الاسعافات الاولية لازم كل شخص يعرفها هلا بداية هي بس بدي اوضح شو يعني اسعافات اولية هلا الاسعافات الاولية هي اجراء طبي بسيط انت ممكن تقدمه بموقع الاصابة حتى تنقض حياة الشخص تمنع انه يصير عنده مضاعفات وحتى زي ما حكيت لك ممكن تخفف بس علي قلم وتهدي المصابين هاي هي اهميتها طبعا اكيد ومسلا ممكن يتعلم الشخص كيفية مثلا انعاش القلب مثلا ممكن يمسك ايده على الجرح وتحديده بتصيره كتير الولاد كمان مثلا بيقعوا بنفشخوا خير نحكي بالعامة بتلاقيه بتروح ببركت على البن لليوم وحط قهوة وبتمشي الامور قهوة زيت بشو بزيد الطين بله في القهوة فقدين بعض الامور او العادات اللي موجودة عند الناس نغيرها من خلال هذه الاسعافات من خلال هذه التوعية اللي بتخدمها جمعيتكم طبعا هذا اشي كتير مهم وكتير بغير من هاي العادات يعني وهذا الاشي اللي بنحاول نشتغل عليه انه في بعض الناس بيجي تحكي لنا انه احنا بيكونوا يعني متأكدينين لها اه تماما طبعا اه صاح فيش مجال تنطشي كتير بتصير معنا في دوراتنا انه لا انا متأكد انا عملتها مرة وزبطت معي هي صاح زبطت بس القهوة يعني هي بدو ساعة وينظف محل الجروح يعني كتير بتغلب لما يجي المصاب كل الجروح معب القهوة اصلا مستحيل ينظف يعني الا ما يضل في شوية بقايا من القهوة مثلا موقف من سيتي اثناء اعطاء هذه الدورات من هاي المواقف اللي هي انه بيصير متدرب لا انه انا متأكد من معلوماتي هاي جديد بتعمل هيك او اه انا اللي بيحكي غلط وهي يعني ما بيعرف انه يعني انه خلاص يعني هي من زمان يعني الله كان بالصدفة سبحان الله طبعا كيف الناس بقدر ينظموا لهي الجمعية ان كان ياخدوا هذه الدورات او ممكن يكونوا معكم متطوعين يساعدوا ويعطوا وينشروا الثقافة الاسعافات الاولية اكثر هلا اكيد احنا في عنا اصلا بالنسبة للتطوع احنا عنا في بنك للتطوع للمتطوعين لطلاب الجامعة وغير طلاب الجامعة برضو ممكن يطوعوا معنا بمركز التدريب كمدربين او كمنصقين يعني في الدورات وبالاضافة متلا اذا في احيانا رح نطلع حملات خيرية في عنا احنا منعملها واردو منقدم تغطية اسعافية في السنة الماضي بماراثون جوردن كنا احنا متواجدين كمسعفين على طول التراك منوفر التغطية الاسعافية انكيسار اي اصابة احنا نتدخل بطريقه صحيحة فيها بتعطوا شهادة اثناء الانضمام لكم يعني مثلا في بعض الاشخاص بكون حلم تكون ممره مقارن من الاشخاص كنت من بعض الاهداف كانت موجودة عندي انه يا تمريض يا محاما يا مقدمة برامج فلا لحقتها واخدنا مثلا مقدم برامج بس ممكن انك والله تاخدي مثلا شهادة بكيفية مساعدة والله انه انا اخدت مثلا دورة بهذه الجمعية عطتني ممكن اساعد الاشخاص حوالي اكيد هلا احنا دوراتنا التدريبية في المركز لها اعتمادات مختلفة بما يتلائم احتياجات الاشخاص يعني في عنا اعتماد يكون من مركز الاعتماد وضبط الجودة في وزارة العمل في شهادات رح تكون من الجامعة الاردنية مركز استشارة التدريب فيه برضو الدورات المتخصصة لاصحاب الاختصاص زي جمعية القلب الامريكية والانترناشنال تراوما لايف سبورت اسعاف الجوي بدي اشكرك اعتواجدك معنا لليوم كتير نبسطنا بالحديث معكم وكيفية التعامل مع الاسعافات الاولية وكيفية التعامل مع المرضى والجرحات كمان بعض ممكن يعتبرها انه لا بخاف ببعض بيعتبرها متعة انا قطعة الحياة بشخص ممكن ان يفقدها بدي اشكرك كمان مرة دان عبدات منصقة المركز التدريبي بالجمعية الاردنية انا بدي اشكرك وشكرا لقناة الاردنية وانها بتحايدنا حتى ننشر ثقافة الاسعافات الاولية اهلا سهلا فيك رح ننتقل معكم لدائما احمد الجابر بسؤال الشارع الضرب للولد كالمطر للزرع شو رأيك بهذا المثال؟ خلينا نشوف مع بعض اجمالا النظافة حسن التعامل مكان معروف يعني اجمالا يعني كصبية انا مهمني يكون مكان جيد يعني الرؤية فيه واضحة على قولتهم ممح بالمكان الكتير مخبة وهيك النظافة طبعا اه الخدمة التعامل الجيد يعني